أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي البدأ في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة تمهيداً لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة القادمة جاء ذلك خلال لقائه وزير الاستثمار الإماراتية ومدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي حيث ثمن مدبولي الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع وناقش الاجتماع مخططات مدينة رأس الحكمة والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لوضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة من جانبه أكد وزير الاستثمار الإماراتية أن هذا المشروع المهم يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط